إنها الحدود العراقية السورية بين التصريحات والواقع فرغم إعلان الحكومة في بغداد سيطراتها على الشريط الممتد أكثر من 600 كيلو متر بين البلدين إلا أن الواقع يقول إن هذه الحدود خارجة عن السيطرة في ظل نشاط التهريب بين البلدين برعاية الميليشيات المنتشرة على الجانبين الوضع الأمني الهاش على الحدود مع سوريا كلف العراق أكثر من 130 مليون دولار هذا العام كإجمالي المواد المهربة إلى سوريا يقر مسؤول في وزارة الداخلية في العراق ويضيف أن آثار التهريب على البلاد قد زادت إذ يتم تهريب الأدوية المدعومة من الحكومة والمواد الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى محركات السيارات المستعملة ما تسبب بازدياد السرقة داخل العراق إلى جانب تهريب البنزين والغاز لا يقف الضرر عند هذا الحد فقد بات العراق مكانا لتسويق المخدرات القادمة من سوريا إذ يتم تهريبها بدعم وإدارة من الفصائل والميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني إضافة لتهريب الأسلحة وفي هذا الصدد يؤكد باحثون اقتصاديون وجود معابر غير شرعية بين العراق وسوريا في صحراء الأنبار تسيطر عليها ومع سطوة هذه الميليشيات وسيطرتها في عراق غاب عنه القانون منذ عام 2003 يبدو أن العراقيين هم الخاسر الأكبر فخيرات بلادهم بين فكي الحكومات الفاسدة والميليشيات التي لم تكتفي بتهريب هذه الخيرات بل استجلبت مكانها المخدرات والسموم